أهلا بكم في فقرة جديدة من برنامج السام على قبات الأموال كتير من الناس بيسألوا عن الجديد في التصالح في مخالفات البناء 2021 وده بعد إغلاق ملف التصالح في شهر مارس اللي فات بعدها الناس بدأت تسأل عن نموذج ثلاثة اللي أعلنت عنا الحكومة النهاردة أعرف لحضراتكو إيه هو نموذج ثلاثة اللي بيحصل عليه المواطن وإيه أهميته في ملف التصالح في المخالفات تابعونا أول حاجة نتكلم عنها النهاردة نموذج ثلاثة نموذج ثلاثة هي شهادة بيحصل عليها المواطن اللي بيقدم بطلب للتصالح على مخالفة البناء وبتشمل بيانات المواطن وعنوان وبيانات العقار وطلب التصالح من ضمنها المساحة المطلوب التصالح عنها ودلوقتي أعرفكم نموذج شهادة إجراء التصالح قانون التصالح في المخالفات البناء ذكر أن النموذج الممنوح يعد شهادة من الوحدة المحلية أو المركز التابع للمواطن اللي بيقدم طلب للتصالح عن الأعمال المخالفة على العقارات وبرضو بيوضح النموذج المستند اللي بيقدمها المواطن من ضمن تاريخ ارتكاب المخالفة ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وتقرير من مكتب استشاري عن السلامات الانشائية للمبناء ونموذج بيتضمن تأكيد مجلس المدينة أو الوحدة المحلية على قبول الطلب وده تمهيد لعرض إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي فيها ونموذج ثلاثة هو اللي بيتطبق المادة الثالثة من قانون رقم 17 لسنة 2019 من شأن التصالح في بعض المخالفات البناء وده الوقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفات القضائية ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة وكمان هعرف لحضراتكم إيه هي الإجراءات اللي بيوقفها نموذج ثلاثة ضد المخالفة القانون وضح أنه بيتم استلام الطلب وتسليم المواطن نموذج ثلاثة حتى لو ما اكتملتش ملفاته ومستنداته اللي بترفق مع الطلب وده بتوجهات من رئاسة الوزراء ولا يمكن إزالة أي شقة صاحبها معاي نموذج ثلاثة بمجرد تقديمه بطلب التصلح وعلى فور استلام المواطن نموذج ثلاثة بيتم وقف جميع الإجراءات اللي يمكن اتخاذها ضد المخالف زي الهدم وحتى الأحكام هيتم تجمدها لحين استكمال إجراءات التصلح والنظر فيها وبكده تكون خلصت فقرتنا وحنستنى رأيكم في الكمنتات ونشوفكم في فقرة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة